ومن بغداد ينضم إلينا عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة كرم الخزعلي سيد كرم بداية أهلا ومرحبا بك يعني كنتم معروفين في التيار طبعا بقربكم من التيار الصدري وبالوسطية والاعتدال كيف تحول الأمر بأن يقوم وزير الصدر بإدخالكم إلى ضمن الثالوثة الذي يسعى لإقامة حرب أهلية ما الذي تغير نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لجنابكم وقناتكم والموقرة ولكل من شاهدنا من خلال شاشة التلفاز لا هذا الحديث هذا يعني غير دقيق بالتالي يعني الحكمة وحكيمها دائما ما يقف من الجميع بنفس المسافة وتعلم سيد الكريم أن لدينا يعني مساحة مشتركة مع الجميع وتربطنا علاقة طيبة مع الجميع السيما الأخوة في التيار الصدري سمعت سيد الصدر وأيضا أعضاء الكتلة الصدرية تربطنا علاقة طيبة معهم فبالتالي يعني ما يتحدث به البعض اليوم هو غير دقيق وغير صحيح بالمرة نحن يعني عرفنا به بهذا المبدأ مبدأ الاعتدال والوسطية والحيادية الإيجابية هذه الوسطية سيد كرام هذه الوسطية وهذا الاعتدال ما الذي تغير يعني نظر السيد الصدر بأن يقوم وزيره بإدخالكم ضمن هذا الثالوث يعني لعله المعلومات التي تصل إليه غير دقيقة لعله هناك من يتحدث بأنه أصبح هناك فرق داخل الإطار جهة تذهب باتجاه التصعيد وجهة تذهب باتجاه التهدئة علما بأن الحكمة هي من عرفة في موضوع التهدئة وتقريب وجهات النظر وترطيب الأجواء فهذا أعتقد يعني برأيي أنه هو هذا السبب ولكن يعني خلال هذه الأيام والأيام القليلة القادمة هناك تجاه نحو التهدئة تجاه نحو يعني إبعاد لغة الصراعات والاحتكاكات فبالتالي خلينا نتفق على جزئية بأنه التظاهر هو حق مشروع ودستوري وشرعي فأي كان من يريد التظاهر فيخرج به بتظاهر سوى كانت تظاهرة يخرج بها الأحبة في التيار الصدري ومن جهة أخرى يخرج بها الأخوة في الأطار ولكن لعله الاختلاف في آلية التعاطي مع هذه التظاهرة فهناك من يرفض ويندد وهناك من يؤيد ويقبل فهذا الاختلاف في وجهات النظر ولكن المتفق عليه لدى الجميع بأنه التظاهر هو حق مشروع ومن يريد التظاهر السلمي انصح التعبير خلينا نتفق على هذه الجزئية التظاهر السلمي على أن لا يكون هناك عبث بالممتلكات العامة والممتلكات الخاصة الاعتداء على رجال الأمن ولم تسجل لا بجهة الأخوة في التار الصدري في تظاهراتهم ولا في تظاهرات الأخوة في الأطار لم تسجل أي خرق لم تسجل أي شائبة اعتداء على رجال الأمن اعتداء على الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة سيد كرم التهدئة التي تتأمل بأن تتحقق في الأيام المقبلة المراقب أيضا للأيام الماضية والساعات الأخيرة يعني هناك لغة تصعيد تتعالى بدل لغة العقلانية هنا السؤال ألا يخشى قادة الإطار من يعني مثلا الصدر يصاعد والإطار يحشت قادة الإطار هنا ألا يخشون بأن تحصل لحظة صدام بين الجانبين لا هذا الموضوع ليحصل يعني لأنه خلي نعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء نقول بأنه هذه الذراع وهذه الكف التي صفعت الإرهاب وبددت كل أفكاره ومتبنياته ودولته المزعومة ودولته الخرافة هو ذات الكف الذي يبني العراق يذهب باتجاه إبعاد لغة الصراع فلا أعتقد بأنه هذه الكف التي تعاضدوا وذهبوا بهذا الاتجاه نعود اليوم ونجدهم متخاصمين هذا الموضوع ليحصل لعدة اعتبارات أهمها وجود المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله في النجف الأشرف هذه الاعتبارات التي يتحدث عنها جنيع قادة الكتل السياسية ينظرون بأنه هذا العراق الواحد الموحد أو أبناء هذه الجلدة أبناء العراق الواحد مستحيل أن يحصل ما بينهم اختلاف يصل إلى درجة الاقتتال معاذ الله الحديث هو باختلاف وجهات النظر وعندما نجلس على طاولة حوار أجزم لك قاطعا بأنه كل هذه الخلافات سوف يضعها جميع خلف ظهره ويمظون في بناء هذا البلد في عادة إعمار هذا البلد اليوم المصالح متعطلة ومعطلة أتحدث عن واقع عشرة أشهر على انتهاء الانتخابات وإلى هذه اللحظة لم تشكل حكومة لم تقر موازنة ونالك مشاكل على المستوى الاقتصادي مشاكل على المستوى الصحي والخدمي فبالتالي الجميع ينظر بهذه العين نعم طيب سيد كرب أيضا سيدة صدر أجل تظاهرة السبب تجنبا لحصول صدام مع الإطار وأيضا لعدم شعال فتنة هنا السؤال أيضا ما الخروج بمعيار الحكمة طبعا ما الخروج من كل هذه الأزمة السياسية نعم يعني لا يحل هذا الماما موجودة اليوم على المشهد إلا بالحوار الجلوس على طاولة حوار ونتحدث بهذه الجوانب أتحدث أنا ما لدي وتتحدث أنت ما لديك ويكون التنازل إلى العراق وشعب العراق فبالتالي كل ما دون ذلك سوف يحل ولكن شريطة الجلوس على طاولة الحوار وأن لا يكون الكلام استفزازي من جهة على حساب جهة أخرى لا يكون التصعيد من جهة على حساب جهة أخرى ولا نبعد لغة التشنج والحساسية المفرطة فالجميع معني في بناء البلد الجميع معني بتقديم الخدمة للمواطن المواطن ينتظر غير معني بالخلافات السياسية أنا كمواطن أنتظر لقمة عيشي أنتظر ابتعاد العراق وإبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية والدولية والصراعات المحلية للخروج من هذه الأزمة أنا كمواطن غير معني بالصراعات السياسية والجميع ينظر بهذا المنظار نعم من بغداد عضو الهيئة العمال تيار الحقمة كرام الخزعلي كنت معنا شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر